من جامعة المنصر بمصر مؤسس سكوبوت طبعا اليوم الدكتور محمد الباس يقدم لنا ندوة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعية في البحث العلمي محرك البحث سكوبوت أهداف هذه الندوة رح تكون تقوية الباحثين في المساعدة في البحث العلمي مضاعفة الإنتاجين البحثية كما أنه رح تكون محاور الدورة أو الندوة اليوم تتمركز حول هدف محرك البحث مقدم وكيف يكون أداة قوية للباحثين دكتور محمد نرحب فيك مرة ثانية شارف لنا نكون مع حضراتكم يعني شكرا جدا لتكنولوجيا المعلومات بجمعة العقبة التكنولوجيا شكرا لمعالي العميد محمد العبابنة على الدعوة الكريمة شكرا للسادة المنصطين وشكرا لدكتورة دكتورة إيمان كساسبة على أن هي نصقت هذا الأمر شكرا للحضور الكرام إن شاء الله تكون نادوة مفيدة بإذن الله هنتناول النهاردة يعني تعريف مبسط كده للزكاة الاصطناعي الزكاة الاصطناعي ما هو إلا آلة وأي آلة يعني أبسط تعريف للآلة هي أي شيء أي شيء يسهل أو يسر من عمل الإنسان ده أبسط تعريف طيب اللي احنا عايزين نوصله النهاردة إن الزكاة الاصطناعية أو الزكاة السريعة اللي هو بيساعد الإنسان في بعض المهام الحياتية بتاعته تخصصات مختلفة النهاردة هنتكلم عن تخصص مفيد للبحث العلمي بيسهل المراحل اللي حضرتك بتعملها بنفسك في السنة فممكن تعملها في أيام طيب إيه سكوبوت؟ سكوبوت هو محرك بحث الشرك الأول بتاعه من الاسم سكولرز روبوت اللي هو كده روبوت الباحثين أو العلماء الهدف بتاعنا هو زيادة الإنتاجية البحثية وإسراء البحث العلمي بدراسات من لغات مختلفة وتعزيز الإبداع البشري بأفكار بشرية بأفكار بحثية جديدة طيب الحمد لله رب العالمين خلال سنتين بقى معانا على المحرك ما يقارب أربعين ألف مستخدم من مئة دولة تم عمل خمستاشر ألف تجمع بحث فعلي على سكوبوت في جميع المجالات سكوبوت حاليا شغال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية مع إمكانية الأخذ من الدراسات المكتوبة باللغة بأي لغة مكتوبة بالحرف اللاتيني يعني معك لعشرين لغة طوال لتحد الأوروبي ألماني طالي أسباني برتغالي تركي أي أن كان اللغة بس تكون مكتوبة بالحرف اللاتيني فالمحرك شغال بيقرأ المرجع ويبحث فيه ويقتبس منه كل ما هو متعلق بالسؤال بتاع حضرتك ويوصل لك تقرير عن كل ما هو مكتوب بتوصيقه في ملف وورد في النهاية طيب سكوبوت هدفه زي ما قلنا مضاعفة انتاجيتك البحثية كاما وكيفا إسرائيل البحوث العلمية بوقته مجهود أقل الفكرة بتاعته هي دي بالزبط كده هي الرسمة دي أنا معايا مجموعة مختلفة من المراجع المجموعة دي ما بين كتب ما بين أبحاث ما بين مجلات ما بين تقارير اللي هي على اليسار دي طبعا أنا بفضل أقرأ القسم اللي أنا عايزه أو الفصل اللي أنا عايزه من كل مرجع على حسب ما أنا أعايز أخذ المعلومة وجمع المحتوى اللي أنا هكتب هكتب بيه البحث بتاعي وهعمل بيه الشغل بتاعي سواء النظري أو عملي طيب الشغل بتاعي ده أنا كده كده لازم أعمله اقتباس أولا حرفي وبعد كده هعمله تعديل بعادة الصياغة أو بالشغل اللي أنا هعمله بحيسي أن أنا أظهر أنا أكون ظاهر وأنا حد بيقرأ البحث بتاعي أنا موجود في كل في كل البحث مع نسب الموضوع للي أنت واخد منه طيب معايا دلوقتي كتب ومعايا أبحاث ومعايا مراجع مختلفة بس مش معايا الأربعة دولت أنا معايا مية ومتين وتلتمية وربعمية لقينا أن أكبر مرحلة بحثية بتاخد وقت من الباحث ليست هي المرحلة بتاعت أنه يلاقي مشكلة هي صعبة لكن أن أنت تلاقي مشكلة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ماهيش بالصعوبة من المكان أن هي تعمل معضلة ليه فما لقينا أن مرحلة جمع المراجع ما عددتش مشكلة خالص مجرد أكسز ومشاء الله حضراتكم في الأردن عندكم تقدم كبير جدا في موضوع التكنولوجيا بتاع المحركات وبتاعة الأبواب المفتوحة بتاعتهم بتاع الأوبن أكسز لمكتبات كتيرة جدا فموضوع المراجع مش مشكلة خالص طيب هل كتابة هل الكتابة هي المشكلة لا ده طلعت الكراءة والتجميع هو المشكلة الكتابة بحد ذاتها مش هي المشكلة الكراءة هي المشكلة أن أنا أقرأ كل هذا الكم المعلوماتي دي المشكلة لما أفتح جوجل أدور على ألاقي فيه تسعة مليون عنوان دي مصيبة سموها لما أنت تاخد تاخد مفاجئتك كده وتاخد يعني نيك تلمح موضوع تسعة مليون ده فبيجي ليك على طول كده حاجة اسمها information syndrome زملة المعلومات اللي هو أنا إزاي هتعامل مع كل هذا الكم المعلوماتي فبيحصل كتير من الباحثين بعد ما يجمع مراجع كتير من اللي موجودة عنده وهو بيكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بيكتب بحث عادي أنه يحصل له حالة من السرشي بلوك حالة من الانسداد البحسي فاحنا لقينا أن الفكرة دي ربنا وفقنا ليها لأن هي دي بتاعة الباحث الباحث المحترف والباحث المحترف ما عندهش مشكلة في أنه لقى مشكلة بحسية وعملها لها عنوان وعملها خطة والمراجع نزله هاتله بقى وقت ومجهود أنه هو يقرأ كل كم المعلوماتي ده ويخرج منه من الكتاب ده يخرج فكرة والمراجع ده البحث ده يخرج فكرة والبحث التاني ده يخرج سطر والبحث الرابع يخرج كذا فيعني الموضوع شاق جدا فاحنا علجنا الأمر ده بروبوت تحت ايديك عامل زي جوجل كده بس جوه المراجع اللي انت حططها على الدرايب بتاعك عامل زي جوجل لكن جوه المراجع اللي انت حططها على الدرايب بتاعك فبقى عندك الكم المعلوماتي ده اهو بتحمله بتحمله بترفعه على سكوبوت سكوبوت بيقرأه بيقرأه ويبحث بداخله عن كل اللي انت بتسأله عنه انت بتكتب له الخطة بتاعتك سواء النظري او عملي او اي ان كان اللي انت حطه في الخطة بتاعتك كل المفردات بتاع الخطة بتضعها بتقوم كاتبها له كنوع من سواء جمع الخبرية او اسئلة بياخد كل عنوان ويبحث عنه داخل كل المراجع ويستخرج لك كل الفقرات كل الفقرات داخل الكتب والابحاث والرسائل والتقارير اللي انت رفعطها باي لغة من اللي احنا ذكرناهم مسبقا جملة واحدة كده بيجيبها لك جملة واحدة تحت بعضها كمان مع امكانية ترجمة كل فقرة من الفقرات اللي طلقت في النتائج طبيب الشكلك التالي اللي هو على اليمين فبتلاقي العنوان تحته فقرة تحتها السيتيشن كامل توصيق كامل مع رقم الصفحة مفاعل السطر اللي بعده من المرجع التاني السطر اللي بعده او الفقرة اللي بعده من المرجع التالت الفقرة اللي بعده من المرجع الاول الفقرة بيديلها اوزان نسبية وفقا للغريتما المصنوع بيها وبيعمل أولويات معينة وفقا لحسابات جواه على حسب الكلمة المفتاحية وعلى حسب المتراضفات والمتناقضات وعلى حسب السياق بتاع الكلام اللي هو يعتبر كل شيء مصنوع في الزكاة الاصطناعية بالتلات مخيص دولة كلمات مفتاحية متراضفات ومتناقضات مفهوم سياق طيب أنا خلصت المحتوى ده ده محتوى حرفي لازم أشتغل بعد سكوبوت يعني المنتج اللي سكوبوت بديهولي وورد ده ده محتوى حرفي لازم أنا أعمله أعادة سياغة فكده ما عنديش خوف من بلاجريز ما عنديش خوف من بلاجريز لأنه هو أصلا كده كده محتوى حرفي وانت عارف ده فلازم تعمله سياغة طيب إيه كمان اللي على سكوبوت هنا بيبقى فيه رقم صفحة رقم الصفحة دي لو ضغطت عليها بيدخلك مباشر على المرجع بيدخلك مباشر على المرجع طيب أنا هوريكوا تجربة عملية للموضوع دلوقتي برضو عن طريق للصدادات وبعد كده بنفتح باب الأسئلة براحتنا طيب لو أنا لو أنا اشتغلت على هذا الموضوع ودخلت على رقم الصفحة بلاقي المرجع كله اللي أنا رفعه يمكن تصفحه كورد والأخذ منه كوبي بيست على كامل المرجع بتعد صفحاتك تقاعد بتقلب الصفحات براحتك فأنت ممكن تتعمق أكتر في موضوعك عن طريق سكوبوت مش بس إن انت بتاخد المقتطف اللي انت عايزه بس لا انت ممكن تتعمق أكتر وأكتر في موضوعك عن طريق إن انت تشتغل على سكوبوت طيب دي الفكرة الأسئية بتاعت سكوبوت يبا احنا معانا سكوبوت ميزاته إيه هو صفحة فاضية ولا عليه مراجع ولا عليه خطة فالمنتظر من حضرتك إن يكون معاك خطة معاك خطة فيها عنوين تفصيلية وكلمات مفتاحية وعنوان رئيسي فيه متغيرات والعنوين الفرعية من المتغيرات وتعريفاتها وتفصيلاتها اللي انت ناوي تكتب فيها موضوعك يعني البروبوزة للبحث كله طيب هتملأ خانة هتملأ صفحة بالعنوان والكلمات المفتاحية والعنوين الفرعية والرئاسية بتاعتي بعد كده هترفع المراجع أي أن كان المراجع طيب احنا كسرنا حاجز اللغة ليه حضرتك طبعا حضرتكم سادة مهندسين فكده كده بتكتبوا بالانجليزي طبعا أنت عايز تستعين بلغة تانية يعني مثلا زي الألماني الجماعة الألمان بيكتبوا بعض الكتابات ومش بنشروها بالانجليزي فأنت عايز ترجع للمصدر الأصل طيب هتقوم جايب هتحول الخطة بتاعتك من انجليزي الألماني وهترفعها على سكوبوت باللغة الألمانية وبعد كده هتنزل المراجع الألمانية اللي أنت ما تعرفش معناها هترفعها على سكوبوت سكوبوت هيكراها ويقتبس منها كل ما هو متعلق بالعنوان الألماني اللي أنت حطه هيستخرج منها كل ما هو متعلق وبعد كده أنت هترجم النتائج اللي طلعت هترجم النتائج اللي طلعت إلى اللغة الإنجليزية فايب أنت كده ككاتب أو كمهندس بتكتب بي اللغة الإنجليزية كتبت موضوعك المكتوب باللغة الإنجليزية من مراجع باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الأسبانية والإيطالية وأي لغة أنت عايزها مكتوبة بالحرف اللاتيني فإذا أنت أسرعت البحث بتاعت عملت إسراء للبحث بتاعت في كل ما هو متعلق بموضوعك من دراسات حديثة في كل اللغات فأنت كده كسبت أكتر ورجعت للمصادر نفسها بدون الترجم أنت راجع للمصدر الأصلي طيب أنا عندي دلوقتي تلات لغات أساسيين متضرب عليهم الموقع اللي هي العربية والإنجليزية والفرنسية طيب التلات لغات دولت التلات لغات ممكن تحويل أي لغة من اللغات اللي احنا قلنا عليها الألماني أو الأسباني أو المتغالي إليهم فلو أنت بتعمل بحس بالعربي ممكن تستعين بيهم وتترجمهم للعربي بحس بالإنجليزي تترجمهم إلى الإنجليزي بحس بالفرنسي تترجمهم إلى الفرنسي مش العكس حتى الآن نحن الحمد لله يعني موجودين من 2022 كان معنا لغة العربية كان معنا لغة الإنجليزية ضفنا اللغة الفرنسية علشان الجماعة بتقول المغرب العربي كانوا متوقفين على ذلك معنا والحمد لله أحنا موجودين دلوقتي في تمانين جامعة على مستوى خمستاشر دولة ما بين بروتكولات تعاون واتفاقيات اللقاءات تعريفية وندوات ودورات فيعني الحمد لله دي تاني مرة لنا في الأردن إن شاء الله يكون يعني مرة يعني دي امتداد لكل الجماعات الأردنية أول مرة كنا مع دمعية التفكير الثقافي للإبداع لها تبعى لوزارة الثقافة الأردنية وعملنا معهم ثلاث دقاءات وندربنا الدمعية كلها على استعمال سكوبوت والحمد لله بينا بروتكول تعاون واتفاق على إن هم استعمالوا كلهم سكوبوت وخدوا بقات ويشتغلوا فإن شاء الله ده يكون بس إبادرة كده يعني ونعمق التعاون وبيننا أكتر وأكتر طيب كمالة المميزات بتاعت سكوبوت إن حضرتك دلوقتي ما عادش عندك مشكلة في إن عدد مراجعك كتير أو شوية يعني نزل المراجع اللي أنت عايز سكوبوت هيقرأها بدلك وهيبحث لك بداخلها وهيستخرج لك المحتوى اللي أنت عايزه مباشر طيب هيت بترفع تلتمية مرجع بتقرأوا في نفسي اليوم وبتحط الخطة بتاعتك بيزهر لك النتائج في دقايق يعني أنت هم بدأ من المراجع تقرأت خلاص النتائج ظهرة مرحبا دكتور نعم يعني الحضور حاب يشوف شي عمل إذا ممكن نفتح ونورجيهم شي عمل فهمت عليه يعني نفع على ونورجيهم شي عملي إذا ممكن أيها فندي ماشي خليك خليك معايا بس دقيقتين بس ونفتح عملي أنا عامل حسابي على موضوع العملي طبعا أنا عارف الحراكم مهندسين بس نطرح لك بس الموضوع هلازم أعمل لك مقدمة عليه طيب طبعا أي حاجة بتترفع على سكوبوت بتتحول من بدئفل وورد تلقائي تمام كمان إحنا علينا تجارب في المغرب والجزائر ومصر على إن إحنا عملنا أفكار جديدة من سكوبوت عن طريق إن إحنا استعاننا بأبحاث حديثة ورفعناها على سكوبوت رفعنا المراجع بتاعتها وعملنا الخطة بتاعتها فخرج نتائج فعملنا عصف زهني مع النتائج الجديدة دي من المتخصصين اللي موجودين طلعوا أفكار وده كان آخرة التجربة اللي كانت في يوم سبعة أربعة اللي فات ده مع تسعة جماعات مغربية عملنا معهم التجربة دي وانتاجنا ما شاء الله يعني كان معنا ستتاشر باحث ستتاشر باحث الستتاشر باحث دولت أنتاجوا ستة واربعين بحث خلال خمسة أيام ستة واربعين بحث خلال خمسة أيام بمصابة سكوبور الأبحاث دي كلها من ألف سبعمائة وسبعين مرجع تم كراءة اتنين وخمسين ألف ومتين صفحة وانتج أو الدنس تخرج ألفين وستين ألفين وستين صفحة كنتايج عملوا منها الأبحاث دي وكان معنا الستتاشر دولت اتنين مشاريع تخرج أربعة رسائل ماجستير تمانية رسائل الدكتوراه واثنين أسدزة ما بعد الدكتوراه عملنا موضوع للتجربة الكيفية دي كمان اشترك فيها عشرة من الستاشر أنتاجوا ما يقارب الميت فكرة في تخصصتهم أسمناهم مجموعات كان معنا هندسة برمجية وكان معنا تمريد وكان معنا علوم وكان معنا قانون وتربية خمس تخصصات دولت فصفينا الميت فكرة شفناهم على الانترنت طلع فيها 20 فكرة جداد جداد خالص يعني مش مكتوبين قبل كده نفزناهم تاني نفزنا بعضهم على سكوبوت علشان نكتب بحس جديد ده من ضمن الأبحاث اللي احنا عملناها طيب خلاصة سكوبوت في الصورة دي وده آخر سلايد هنعرضه سكوبوت ده قصة الملك اللي هو كان عايز حد يرسمه وهو عنده عرج وعنده آآ عنده مشكلة في عينه طيب هو مش لاقي حد يرسمه بدون ما يظهر عيه فقعد يقتل الرسمين وهو عارض يدية كبيرة جدا اللي يرسمه فلما آآ حصل آآ وجي رسام شاف من رؤي يعني شاف الرسمة من رؤية تانية فقال له أنا هعمل مشهدين لحضرتك أبينك كفارس فيهم دي الصورة اللي فوق دي وجايب نصه بس فانبين رجليه تمام وينبين ان هو ما عندهش اي مشكلة ورجل راكب حصان وفارس وما فيش زيه فكده ما فيهش عيوب كمان جابه هو باستاد ولازم هو باستاد يغمض عين فكده عينيه اللي فيها عور ما هيش باينه فالرؤى اللي بيبيانها سكوبوت للباحث بتلفت نظره الحاجات ما كانش واخد باله منها هو بيذكر في الكتاب لوحده فبيظهر لك النتائج دي كلها في تفرد في تفرد حيث ان انت تشتغل عليها ويبقى براحتك ويبقى عندك سيناريوهات وتبقى واخد راحتك بدون ما تضيع مجهود زيادة او تبزل مجهود زيادة لتجميع المحتوى اللي هو هيأثر كده كده على البحث من ناحية تاني طيب ده كده سكوبوت قلنا ده هيبين ده كله طيب بسم الله ده الموقع صين عب ملقيت البيانات بتاعت حضرتك دخلنا login login email بتاعك والباسورد login ده من جوه الموقع من جوه طبعا هنا تشوف الاشتراكات بتاعتك في الصفحة وكذا وتخرج في اي وقت ازا ما انت عايز ما تنتظرش ده الصفحة البيضة بتاعتنا قضي البحث ما نحولها انجليزي او اول كان الاسم بتاع البروبوزة البتاع الاسم بتاع البروبوزة البتاع اللي انت ناوي تكتبه ثاني حاجة الkeywords عشان توجه الروبوت يركز على كلمات معينة ويبحث على كلمات في اتجاهات معينة بعد كده بتختار اللغة اللي انت هتدخل بها الخطة والمراجع بعد كده بتدخل الخطة بتاعت حضرتك الخطة بتاعت حضرتك كاملة وي save وطبعا عليك تعدل او تضيف او تحذف زي ما انت عايز في بعض الكلمات المفتاحية اللي احنا شفناها مفيدة جدا للبحثين من كتر الشغل معهم طيب دي مسلا خطة مكتوبة ده عنوان عربي انجليزي مع بعض تمام دي الكلمات المفتاحية حددنا اللغة الانجليزية وبعدين بدأ انا نكتب التعريفات ونعمل كمان متراضفات للتعريفات وبعد كده الميسولز بتاع الاجيل بروجيكت ماجمينت بعد كده عايزين لترش الريبيو في كلمات معينة لقناها وده حطنا في الدليل ارشادي بتاع سكوبوت دليل الاستخدام ان فيه بعض الكلمات ممكن تجيب نتائج افضل لو انت حطيتها في المكان ده فلو انت بتعمل مثلا المتغير ده لترش الريبيو الكلمات الموجودة بقطرة اللي هي لو انا ببحث عن دراسة للدكتور الفلاني فاحنا بنستعرض الرسالة بنستعرض الدراسة دي ازاي بنقول ان هدفت دراسة فلان الى كذا وبعدين استعرض بعدين استخدمت استخدمت الميسودولوجي والادوات والعينات الاتية وبعدين توصلت الى النتائج الاتية وبعدين اوسط بالتوصيات الاتية الاربع خمس كلمات دولت لما استخدمناهم بالعربي جابوا نتيجة ترجمناهم بالانجليزي جابوا نتيجة يعني برضو نفس الموضوع ده موجود في الدراسات المكتوبة الانجليزية عملناهم بالفرنسي جابوا نتيجة عملناهم في كل اللغات جابوا نتائج فعملنا عملنا تحويل ليهم مش مهم تكتب اربعة بالاساس ممكن تكتب اكتر ممكن تكتب اقل طب انت لو ما كتبتش خالص هل مش هيجيب هيجيب بس لو كتبت هيجيب اكتر وهيعمقها اكتر ده نفس الموضوع ده موجود كمان في النتائج يعني انا انا عملت تصميم عملت تجربة بعملية عملت احصى طالة النتائج هل اسكوبوت هيشتغل اس ب اس اس لا بس هو هيحلل لك هيحلل لك النتيجة اللي هتظهر بالاس ب اس اس ويقرر لك بيها ما بين النتائج الاخرين ويشوف لك مين المؤيد ويه المعارض للنتيجة دي او او يشوف مين اللي معه وضد النتيجة دي طيب ايه الكلمات اللي ممكن نستخدمها في العربي واللي هو برضو موجود في كل في كل الابحاث التانية اربع كلمات بيتم استخدامهم في النتائج اللي هو كلمة علاقة واصر وفروق ونتيجة علاقة اصر فروق نتيجة موجود كمان اللي هي تحديات موجود compare مقارنة وفروق اللي هي هنسجل احنا الكلمات دي تحت بعضها كده تحت النتيجة طب هعمل كده مع كل النتيجة اه هتكرر الكلام ده مع كل النتيجة اذا يعني تلت اربع الشغلة على سكوبت هو الخطة لان رفع المراجع عادي يعني حاجة روتيني هبتعمل upload للموضوع مش هفوش مشكلة لكن يعني 90% من الشغلة على سكوبت او على اي اي زكاية اصطناعية انك تعمل كلمة مفتاحية مناسبة واتدخلها بطريقة مناسبة خلاص انا عملت الخطة عملت save طبعا ده بالعرب وبالانجليز تمام save بقى عندي هنا التوبكس والكيووردز عايز اعمل ادي تدخل تاني save براحتك شيل حاجة تعمل حاجة براحتك عايز تعمل بحس تاني على نفس المراجع برضو براحتك طول ما البطة مفتوحة بعدها دخلت على add reference بضيف هنا اسم المرجع كامل والأسر علي اضيفهم في خانة واحدة والخانة دي اعمل بدلها اي علامة مفيش اي مشكلة ما سايبين ده يعني ده خيار ليك براحتك خالص طيب خلاص انا خذبت الاسم بتاعهم وطبعا الافضل انت تكتب الاسم كامل علشان ايه ده اللي هيخرج لك تحت كل فكرة ده بعد كده بتعمل upload او دراج من المرجع اللي موجودة على الايه على الكمبيوتر او على الموبايل بتاع حضرتك بعد كده بتحدد اللغة هي كده كده ما احنا حددنا برا بتحديدها و save متى عملت الامر ده خلاص المرجع اللي ترفع بتعمله proceeded ويبقى عندك هنا ثلاث خيارات اول حاجة هو بتحول من bdf لورد من bdf لورد تلقائي تلقائي ثاني حاجة عندك امكانية ان انت تحذفه عندك امكانية ان انت تحذفه وعندك امكانية ان انت تعبدل لو انت مدخل عنوان غلط طب برضو العنوان ده فدني في ايه العنوان ده هو اللي يظهر تحت كل النتيجة فانت محتاج ده عشان التوسط في الاخر محتاج ده عشان التوسط في الاخر طيب أنا كده خلصت المراجع أنا كده عملت اللي علي عند سكوب أنا عايز بقى منه المنتج بتاعه المنتج بتاعه بيظهر لك على سيناريوهين ده نتيجة وده نتيجة دي له غارتما وده له غارتما الاتنين بيعتبروا بيكملوا بعض بس بينهم فروق بحيث ان يبقى عندك سيناريوهين للنتائج طيب أنا ضغطت هنا كده دي النتيجة اللي بتزهر العنوان تحت فكرة إذا ماكشاف أكتر العنوان تحت فكرة الفكرة من المرجع ده من الصفحة دي لو ضغطت على رقم الصفحة كده هليعمل لهايلايكت هايلايت يضع الفكرة من الصفحة ايه اللي هو اختر هاني ايه هايلايت يضع الصفحة عن الفكرة اللي هو اختر هاني طيب ممكن اعمل كوبي ممكن اترجم ترجمة على ايه اترجم العربي والفرنسي قال لنا هنترجم للعربي تمام ده تعرفه الاجيلة ترجمة نانسي معه لانا عايز الاجيل ودي اول كلمة من الكلمات المفتحة اللي انا كتبتها اه جايب لي دراسة 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 دراسات تحت بعضها خدها ووظفها زي ما انت عايز من المراجع مختلف طيب الكلام ده برضو بالعربي الكلام ده بالفرنسي طيب انا عايز احمل بقى الكلام ده كله عايز احمله اضغط على draft draft add draft انت كيف تنشئ word الورد عندي اهو ادخل على النتائج تاني احمل النتيجة اللي انا عايزها احمل النتيجة اللي انا عايزها على الورد الفاضي اللي انا انشأته الورد الفاضي اللي انا انشأته احمل النتيجة عليه اهو بقى فيه append to draft وال draft بحديدها له ايه وانه هو تمت اضافته طبعا ده كله كده على بعضه بينضاف اللي هو الفقر مع citation cam مع الترجمة كله بينضاف وده طبعا كوبي لو عايزها من بره بره تترجمها بره مش مشكلة اهو draft draft اهو اهو طيب خلصت انا الفصل ده اخش على draft عشان احمله كورد فيه هنا draft اهو ده اغط عليه نزلت ده قبل ما احمل الورد ده لو في حاجة انا مش عايزها من هنا طبعا ده تطلع وتدخل زي ما انت عايز انت خلص خلصت شغلك يعني وما تستناش مرجع يحمل انت خلاص حملته سيبه ومشي لغاية ما هو يخلص تمام طيب خلصنا هنا طب ايه الميزة او انا لسه هنا الميزة انه لو ده غطى على رقم الصفحة هدخل على الرقم الاصلي بدون مرجع للبد اف انه مستعرضه لي الفكرة ايه انا عوزت الصفحة قبلها او صفحة بعدها اقل في المرجع المرجع متحول لوردة تسعة ثمانية براحتك بق زي ما انت عايز طيب خلاص انا عايز احمل اللي انا عملته ده الوردة صفحة الفكرة تحتها السيتيشن كامل والفكرة مفتوحة اعدل فيها زي ما انت عايز اعمل لها عادل سياغة زي ما انت عايز خدها على على تعمل لها سياغة ترجمة بتاعتها سياغة ترجمة انزل خالص هتلاقي ايه ريسورسز نشكورة هنا ايه هتلاقي في هترجم هترجم الفهرس هترجم الفهرس هتروح على هتفتح هتاخد ده كله المحتوى الانجليزي ده كله وهتعمله تاني بالالماني مثلا بالاسباني وهتكتب هنا العنوان هتكتب هنا الكيووردس هتكتب هتعمل كلها خلاص خلاصت نزلت مراجع منها على جوجل رفعتها زهر لك نتائج بنفس اللغة اللي انت رفع بيها ترجمت اللغة دي الى اللغة اللي انت بتكتب بيها البحث بتاعك فانت كده خدت من مراجع اسباني خدت من مراجع الماني كده انت استفدت جدا باللي انت عددت واصريت البحث بتاعك من مراجع مختلفة طيب خلينا كده نتأكد ان الفقرة دي مثلا موجودة او الفقرة دي او الفقرة دي او غيره موجود في الكتاب الاصلي يعني هل الفقرة دي موجودة في الكتاب الاصلي يعني دي فقرة شوية من agile project agile product تعالى كده نجيب المراجع الرفرنس زي دي فقرة موجودة مثلا عجيب product طيب ده المراجع صح step by step step by step هندخل ننزله هننزل PDF ونفتحه يعني مش هناخده من عندنا هو موجود هنا موجود في الفودلر بس خلينا هننزله من على نفسه ونفتحه اهو الفقرة اهي نفتحها برضو من هنا دي صفحة كان بقى متين وتلاتاشر ده المراجعه متين اسعة وتمانية هكتب متين وتلاتاشر صح متين وتلاتاشر اه متين وتلاتاشر شابطر وانسطر سشعر جانب 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 وانسطر شابطر اهو الفقرة اهي اخرة customer customer تمام يا جماعة طيب ده كده الكور بتاع scop يعني ده كده المعارفة العام يعني اسهل او اسرع تعريب scop scop موقع مدفوع فيه تجربة مجانية تمانين صفحة لمدة شهر طبعا حضراتكم بنهديكم خمسونيط صفحة علشان تجربوا براحتكم انا مش عارف ها وصلهم ليكو ازاي انا كان تبدي اه 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 فورم يتم ملقه بحيث ان احنا نعمل حسابات ونعمل ونعمل الباقة فهيبقى مطلوب من حضراتكم تدونا excel sheet فيه البيانات بتاعت حضراتكم نسجل لكم او لو حضراتكم سجلتوا حساب تدونا بس الاميل واحنا نعمل لكم خمسمونيط صفحة فكده او كده زي ما حضراتكم عايزين لسادة الحضور الكرام يعني هدية مننا عشان حضراتكم تجربهم وتدونا فيدباك عن الامر هنا كبير فيه يعني ابعت لك اسماع خمسة شخاص تعطيهم لخمسمائة صفحة ولا ليه خمسة ما احنا يعني كرة ما يعني عدينا خمسين عادي للكل اوكي خلص يعني اي حدا اوكي يعني تبع الجامعة رح يكون لخمسمائة اوكي او يو تي يعني انا بحكي نحكي ممكن بعد بالنسبة كيف يكون مثلا تحت عبرك دكتور الله يخل اخر اخر ملفوظة اي حد بيسجل بياخد شهر وتوانين صفحة هنا في بقات الافراب عشر دولار بتدي الف صفحة خمسة عشر فقرة ترجمة في هنا تلت شهور خمسة عشر دولار تلت تلف صفحة خمسين فقرة ترجمة في هنا بقا سنوية نشر الف صفحة مئتين فقرة ترجمة ودي البقا اللي بيتوفر بقا سنوية بمئتين دولار يديك تلتين الف صفحة ترفحهم روامة فقرة ترجمة الدفع اونلاين فيزا او او لو في اي مشكلة في الدفع بتكلم الدعم بتواصل معهم طبعا الكلام ده كله للأفراد للجامعات والكليات المؤسسات التعليمية معاهد مراكز تجمعات بحسية بياخدوا بدل الباقة ما هي بعشرة دولار تبقى بسبعة دولار مع مع تدريب خاص بيهم بيكون بعدة الساعات معينة على وفق الباقة يعني اخذوا مثلا باقة مليون صفحة من اثنين مليون صفحة مليون صفحة مثلا يبتب بعشرة تلاف دولار بيباليهم بسبعة تلاف دولار طيب هم مش هيدفعهم يعني الجامعة نفسها مش هتدفع بيعملوا معنا اتفاق اتفاق تعاون ان احنا بنعمل خصم لاي حد من طرفه يعني بمعنى ان هو الجامعة نفسها مش هتلمي من الطلبة مثلا او مش هتشترك لدكاتريتا فهتعمل معنا اتفاق ان اي دكتور يجي من نفس الجامعة ويزبت ان هو دكتور من الجامعة دي نعمل له احنا الخصم من غير ولا بنرجع لهم ولا هو يرجع للجامعة احنا بنعمل لها الخصم على طبق ده نوع من التعاون كده او كده يعني اما هي تاخد البقات مباشر اما اما عضاها ياخدوا البقات بس هي تسهل لهم الامر بخصم فكده او كده احنا مرنين خالص في التعاون عشان نسهل الامر كمان احنا بنحاول نعمل حاليا نوع من المدربين داخل كل كل المؤسسات اللي بندخلها بحيث ان يعني الـ ICDL مش احصل مننا في ان هما ابجديات الاستعمال الكمبيوتر لهم مدربين في كل المؤسسات احنا محتاجين مدربين لنا في كل المؤسسات كبرنامج عربي كبرنامج يعني شركة نشأة شغالة في الذكاء الاصطناعي بنحاول قدر استطاعتنا نتوسع بمواردنا المحدودة فمش هنبقى وصلين قلة بالطريقة دي احنا يكون لنا مدربين وفي تعاون ما بيننا وما بين كل المؤسسات التعليمية في العالم والحمد لله وصلنا الـ 15 دولة دلوقتي لكن احنا محتاجين كل الدعم محتاجين كل العلاقات ان احنا ندخل الجامعات ندخل نعمل تعاون مع الناس كلها كمان احنا مش هنتطور طبعا في حاجات في البرنامج كتير ممكن تتطور وتزيل وتعلى وجودتها تعلى لكن ده مش هيحصل بالموديل الحالي الا بدعم حضراتكم والتعاقد مع حضراتكم والفيدباك والاقتراحات بتاعت حضراتكم وعندنا بنقل الاولويات اللي احنا ممكن نتفذها والشغل اللي احنا ممكن نعمله فيعني ايه ارجو يكون الامور كلها واضحة وانا يعني نتناقش زي ما حضراتكم عايزين انا تحت عبركم ان شاء الله دكتور ان شاء الله ان شاء الله بصير تعاون بنرجع بنعمل ندو تاني ان شاء الله شكرا لك يمكن الوقت صار بتاخد دكاتري عندهم محاضرات وحابين يقلعوا محاضراتهم ان شاء الله بنرجع متواصل انا وانتو بنشوف كيف ممكن نعطي اكاونت اللي يستفيد منه جرب الخدمة شكرا دكتور وان شاء الله اننا لقا تاني شكرا لسيادك دكتور حياتنا لسادة دكاتري تشرفنا بابدنا معكم الله يخليك يا رب ورحمة الله وبركاته مع السلام